أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الخير أما حياتهم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأماغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أسعدها من لحظات أن نجلس معا لنستمع إلى حياة علماء أجلاء وفقهاء نبغاء لنستضيئ بمصابحهم العلمية إن تلك المصابيح من الواقب أن نستضيئ بها لأن العلماء ورثت الأنبياء كما ورد ذلك في الخبر نحن معاشر الأنبياء لا نورت وإنما ورثنا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أيها المشاهد الكريم من علماء عمان الشيخ القاضي الفقيه الورع راشد بن سعيد ابن رجب ابن راشد بن سالم ابن محمد الحارثي نسبا الإبراوي مسكنا من علماء القرن الحادي عشر الهجري تقلد القضاء ابان إمامة الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي رحمه الله تعالى ويعد راشد هذا من فقهاء عمان المشاهير وعلمائها الكبار حيث تذكر بعض كتب التاريخ أن له مؤلفات فقهية لا تزال مخطوطة في بعض المكتبات العمانية ويذكر أن الشيخ راشد هذا كان على قيد الحياة إلى عام ألف وتسعين هجرية ألف وستمائة وتسع وسبعين ميلادية ولهذا الشيخ أسرة علمية منه ولده عيسى بن راشد وابن ولده عامر بن عيسى اشتهر في زمانهما أنهما من رجال العلم والفضل والتربية والعدل ولقد أشاد الشيخ العلامة سالم بن حمد بن سليمان الحارثي رحمه الله بهذه الأسرة المباركة حيث قال هؤلاء الأشخاص راشد بن سعيد بن رجب الحارثي وأولاده النجباء في غاية من الشرف والفضل أما راشد فكان قاضيا للإمام سلطان بن سيف ثاني إمام في العاربة وأما ولده عيسى فكان عاملا للإمام الرابع المعروف بقيد الأرض على ولاية جعلان وتوابعها وخلف ثلاثة أولاد أحدهم عامر كان عالما جليلا ومرجعا في مدينة إبرا البلد التاريخي المعروف وثانيهم صالح انتقل من إبرا إلى الأسود وأجرى فلق القابل وذكر في دولة الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد الذي تمت البيعة له بالإمامة بعد وفاة والده الإمام أحمد بن سعيد ألبو سعيدي في عام 1198 هجرية أي عام 1783 ميلادية أيها الإخوة المشاهدون مع وقفة قصيرة فانتظرونا بعدها بمشيئة الله أولئك أقمار الهداة الصواطع على خطوه النحو والمعالي أسارع أولئك أقمار الهداة الصواطع على خطوه النحو والمعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدا وذكرهم عزم إلى المجد دافع مشاهدي الأكارم وعودا حميدا معكم لنتابع الحديث عن هذا العالم القليل وعن أسرته المباركة لقد أصيب الشيخ صالح هذا بالعمى في آخر حياته وهو القد لأولاد الشيخ صالح بن علي أما الإبن الثالث فهم محمد بن عيسى فقد انتقل من إبرا إلى بلده المضيرب وهو قد عائلة المشايخ أولاد حميد بن عبد الله وقد بقيت لهم آثار بإبرا وعلى كل حال فإن هؤلاء الفقهاء كانت لهم شهرة بين أوساط مجتمعهم ومدارس قرآنية وفقهية تربى فيها عدد من النشي المبارك حيث أصبحت تلك المدارس منارات تشع إيمانا وعلما وحكمة فامتلأت قلوب عمارها إيمانا بالله ووعت عقولهم معارف جمه ما دعا الناس في ذلك الوقت أن يأمها عدد منهم من أجل طلب العلم والمعرفة حيث اتسع فيهم مؤسسوها لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحوذ على نفوسهم وإحساسهم وجوارحهم اليقين بدين الله سبحانه فانطلقوا في أرض الله يدعون إلى الله على بصيرة لا يقيمون للدنيا شانا وعن العلماء الأجل لا من ذكردوا ولا ما في هذه الحياة وزنا ولا يخشون التعب والمشقة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل قلوبهم عامرة بالله وحده فلا تتردد إلى أي أثر من مخلوق وكانت أجسادهم بما فيها من قوى مادية وروحية مسخرة للدعوة إلى الله لا يفترون ولا يلينون ولا يتوقفون ولا يفوتون أيها الإخوة ذكر الشيخ الفقيه الثقة عمر بن سالم الغيثي الحارثي من مدينة إبرا أيضا ذكره المؤرخون أنه من فقهاء القرن الثاني عشر الهجري له إسهامات فقهية ومواقف دعوية وإيمانية مجسدا قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأيضا عاملا بالأمر الإلهي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية الشريفة عاش رحمه الله تعالى عيشة المؤمنين المخلصين والمتقين الأوابين ساد أهل زمانه علما وعملا وسارع إلى الخيرات قولا وفعلا كان عالما من علماء المسلمين النبلاء وفقيها من فقهائهم الأولياء لقد كانت وفاته ليلة الرابع من شهر شوال سنة ألف ومائة واثنين وتسعين هجرية ست وعشرين أكتوبر عام ألف وسبعمائة وثمان وسبعين ميلادية بعد حياة قضاها في العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والاكتهاد فيها والعمل بها أيها الإخوة المشاهدون مع وقفة قصيرة فانتظرونا بعدها إن شاء الله أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله أيها الإخوة المشاهدون تحية طيبة وبعد والشيء بالشيء يذكر فمن علماء عمان الأجلاء وشيوخها النبلاء هو الفقيه بالعرب بن مانع ابن علي ابن محمد بن إسماعيل ابن عبد الله ابن إسماعيل الإسماعيلي قبيلة الإبراوي مكانا نسبة إلى مدينة إبرا المدينة المشهورة وهو أحد ولاة الإمام ناصر بن مرشد العربي على مدينة صور البلد التاريخي المشهور ولقد أكرم الله عز وجل هذا الإمام بافتتاح هذه المدينة من احتلال البرتغاليين ومكنه الله عز وجل من طردهم منها ومن المعلوم أنه ممن كان لهم دور تاريخي حافل في محاربة البرتغاليين ثم مكنه الله عز وجل من حكم عمان جميعها إن المتتبع لتاريخ هذا العالم الجليل الذي نسلط عليه الأضواء إلى جانب حياة من تقدم ذكره أن حياته كانت مليئة بالعلوم والمعارف والجد والاجتهاد فهو من علماء الفقه الكبار حيث أن له أجوبة كثيرة ومتعددة في الأثر المشرقي من بينها كتاب فواكه البستان لمؤلفه العالم الفقيه سالم بن خميس بن عمر العبري الذي عاش في الفترة عام 1070 هجرية 1669 ميلادية إلى تقريبا عام 1160 هجرية الموافقة 1747 ميلادية ولقد قامت وزارة التراث والثقافة بطباعة هذا الكتاب القيم ولم تقتصر أجوبته رحمه الله على ما تضمنها هذا الكتاب وإنما له أجوبة عديدة متناثرة في بعض كتب الأثر ولقد اشتغل رحمه الله بالتاليف أيضا فقد ألف كتابا في المواريث وكتابا آخر أسماه البيان أو التبيان وله مواقف عرفها أهل عصره ومن بينها شهادته بحكم الشيخ العلامة عبد الله بن محمد مؤلف كتاب خزانة الأخبار في دعوة فلق يسمى له تسمية معروفة في التاريخ هو موجود في مدينة إبرا ولقد دونت تلك الشهادة في شهر ذي القعدة عام ألف وخمس وأربعين هجرية الذي يوافق شهر إبريل عام ألف وستمائة وثلاثين ميلادية وهذا الكتاب أي خزانة الأخبار في بيع الخيار لا يزال مخطوطا بدار المخطوطات بوزارة التلاث والثقافة لمن أراد أن يرجع إليه منتظرين طبعه بمشيئة الله عز وجل أما مؤلفه فيعد من رجال الإمام ناصر بن مرشد أيضا تلكم أيها الإخوة مصابيح من حياة هذا العالم القليل أولا بالعرب بن مانع الذي عمر حياته بالعلم والعمل والجد والاجتهاد وأيضا إلى جانب ذلك الشيخ بالعرب بن مانع بن علي فهذان العالمان القليلان اهتم بالتوجيه والإرشاد والفصل بين الناس وأيضا جسد المواقف الإيمانية ضد من سولت له نفسه أن يعيث فسادا في تربة هذا الوطن العزيز رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وجزاهم الجزاء الأوفى على ما قدموا أيها الإخوة المشاهدون أكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي